جاء في الحديث بسند صحيح قوله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه فما بالكم بشعب مسلم يقتل ويحاصر ويمنع عنه الماء والغذاء ولا تحرك الأمة ساكنا اليوم أكثر من 2 مليون فلسطيني في غزة جائعون وتحت القصف المحتل الهمجي المجرم يمنع عنهم الغذاء والدواء ما يحدث اليوم في غزة عار على الإنسانية جمعا لم يشهد التاريخ البعيد أو القريب مأساة كالتي يعيشها أهل غزة إنه عالم أصم أبكم رفحت باد غزة تموت جوعا من يغسل عارنا تشرق الشمس على الجوع من أطفال غزة وتغرب وهم على قارعة الطريق بانتظار قوافل المساعدات الغذائية وإن حالف أحدهم الحظ وفاز بقوت يومه ربما سيقضي برصاصة قنص غادرة يطلقها عليه متربص مجرم محتل مارق لم يشبع بعد من دماء أهل غزة ولا تشم في شوارع غزة إلا رائحة الموت يا أهل مكة أنأكل الطعام ونلبس الثيابة وبن هاشم هلك لا يباع ولا يبتاع منهم والله لا أقعد حتى تشق هذه الصحيفة القاطعة الظالمة مقولة قالها زهير بن أبي أمي الجاهلي لفك الحصار عن المسلمين في شعب مكة جاهلية الأمس أشرف من حضارة اليوم اليوم لفظنا حمية الجاهلية ولفظنا معها كذلك مرؤة الإسلام لقد كشفت ملحمة الإبادة افتقار الأمة الإسلامية للإيمان الحقيقي والذي نفس محمد بيده إن الأمة جمعاء سيوقفون ويسألون عن هذه الحالة التي تعيشها غزة وقفوهم إنهم مسؤولون